بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لكامل الشريعة وخارس الدين وحلى جيد رسالته بباهر الخارق وأيده بكما للأصحاب المهددين وخص من شاء من أتبع ملته بالرقي إلى أوجي المعارف والحقائق وفوض عليهم من بخور موايب الأبنية ظرف الضائف شارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من صبر الإرشاد على صراط المستقيم وعلى الله عليه وعليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهدداء بهدهم والاهدداء بآثارهم والاقتباس من مشكة جنواري فيهندس الجهر البهيم ما عبرت مناقبهم معادس الأسماع الواعية وتريت آي فضائلهم فكانت إلى النهود إلى الله داعية أما بعد فيقول المفتكر لفضل الكريم المنجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي هذه نمدة من أحوال القد الرماني والغوث الصمداني وسلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء الساركين الناهدنا من العمقات والغرفين السيد الشريف والسند الإضريف الحسيم النسيب ذي المقاب الأعلى والنادي الرحيم السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحبد لله رب العالمين الحمد الرحمن الرحيم بلغه الله تعالى بنفسه القوي والحفي جنة القرب والأماني وإن دن نظمته من فرائد عمله وقوله لتنشنف بدرني أسماء الحاذرين عند عمل مهمه وحوله انتخبته من كلام بعض أرباب طريقة ومن له في حضر الشيخ عقيدة محمد ومحمد وسيق كالشيخ عبد الوهاب شعراني الذي لاح له الفلاح والسراج دمشي صحيب كتاب نتاج الأرواح ربطا في نشر أهوالكم لبث مناقب الأخيار واستنزالا لصيب رحمات والبركات الوزار إذ بذكرهم نفضح أبواب السماوات العالية ودنهل من حذيرا القدس سعب الفيودات الإلهية وفصلته بوسائد من لآل التراتيعان وظل بالإمداد بأسراري فليجهر بذكره الحذن عند بلوغ القر إليها في أخباري وسميته باللجين الداني في ذكر نبذة من مناقب القدب الرماني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة سيدنا شيخ الكامل والجهب ذو الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة وتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشامخة القدب الرباني والنور السادع المرهاني والهيك الصمداني والغوس النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة بسم الله الرحمة 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 الرحم ابن الحسن المسنى ابن الحسن سفظ ابن علي بن عبي طالب وبن فاضم تزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسبوا كأن عليهم من شمس فحى نورا ومن فلق الصباح عمودا نسبوا له في وجه آدم لمعة منعت ملائكة السماء سجودا نسبوا كتاب الله أوفى حجة في مدعه من ذا يروب جهودا اللهم شر نفحات الرغمان عليه وأبدنا بالعسرار التي أودعناها لديه